السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطفال الصغار اليوم سوف نقوم بدراسة النشطين نشط الرياضية واللغة في الرياضية سوف نتعلم مقارنة عددين مكونين من ثلاثة أرقام كما تلاحظون أنا أكتب الأعداد الموجودة هنا كل الأعداد مكونة من ثلاثة أرقام كما تلاحظون إذن لمقارنة الأعداد كما تلاحظون أو مقارنة عددين عفوا نبدأ بالمقارنة الأولى بين 124 و125 نبدأ بآخر مرتبة دائما المرتبة التي أقارن فيها هي آخر مرتبة يعني المئات واحد يسوي واحد أنتقل إلى المرتبة الموالية العشرات اثنان تسوي اثنان ثم إلى الوحدات نلاحظ أن أربعة أصغر من خمسة فأكتب أصغر يعني إذا لاحظتم المقارنة تكون بداية من آخر مرتبة يعني من مرتبة المئات إلى الوحدات إذا كان هناك التساوي نذهب مباشرة إلى المرتبة التي تسبق وهكذا أكتب أصغر هكذا أطفال نذهب إلى والاتجاه تعالى المقارنة يكون من اليسار إلى اليمين لأننا نقارن باستعمال الرمز لا باستعمال العبارة أكبر من أو أسغر من إذن اتجاه المقارنة واضح تسعمائة وأربعة عشر بعد تسعمائة وواحد وأربعون دائما كالعادة نبدأ المقارنة بآخر مرتبة وهي مرتبة المئات نلاحظ أن تسعة مساوي تسعة ننتقل إلى العشرات هنا دلت لكم فخ قلبت 14 مع واحد وأربعون وبالتالي هنا عندي العشرات لاحظوا جيدا وواحد أقل من أربعة يعني أصغر من أربعة فأكتب أصغر إذن يجب الانتباه جيدا إلى المراتب على بها هناك ضرورة لتحديد المراتب التلميذي لا يحددش المراتب سوف يخطئ في المقارنة لمحال إذن مائتان وواحد وعشر مع ثلاثمائة وثمانية وعشرون آخر مرتبة هنا مرتبة المئات إثنان مع ثلاثة نلاحظ جيدا أن إثنان راهي أصغر من ثلاثة مباشرة أكتب أصغر لا أنتقل إلى المراتب الأخرى لأنه إثنان أصغر من ثلاثة أكتب أصغر وهذا حطفا وللتثبيت سوف نقوم بتقديم مثال أخير لنثبت به المفاهيم إذن مثلا هنا عندي سأغير قليلا في الأرقع إذن سبعمائة وواحد مع خمسمائة وستة عشر دائما المقارنة تبدأ من آخر مرتبة ونلاحظ جيدا أن مرتبة المئات هنا في سبعة أكبر من خمسة عرقم المئات وهو سبعة أكبر من خمسة أضع له نقطة وليس نقطة واحدة وخمسة أضع لها نقطة واحدة لأنها صغيرة وأربط فأت تحصل على أكبر وكنت قد تكلمت على الرمزين أكبر وأصغر هكذا أتفر هذا الشحان بسيطا ومبسطا للنشاط الذي قمنا به الآن خذوا ورقة وقالم أو سيالة وتحذروا لنشاط الإملاء سوف نقوم بنشاط الإملاء الذي يخص درس الشمسية لتثبيت المفاهيم أطفال الصغار نبدأ بأول كلمة إلى أطفال وأوقفوا الفيديو في حال لم تكملوا الكتابة لكي تكملوا الكتابة واضح أول كلمة الصحراء الصحراء مطة ثاني كلمة الرمال الرمال نباصل السؤال السؤال مطة السيارة السيارة إذن كانوا هذه الكلمات واضح ابنائي سأعيد الإملاء للآخر نحضروا أنفسكم لكتابة جملة نعود إلى السطر إذا نعود إلى السطر يا أطفال الصغار كنا قد تدربنا في القسم على هذا الإملاء سنعيده للتثبيت واضح كتابة لكتابة الجملة مع بعض أطفال حديقة التجارب حديقة 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 التجارب كتابة لكتابة جميلة الآن نعود ملاحظة أخطائكم جيدا سوف أقوم بإملاء ثاني سريع يعني لاستعادة الأخطاء بل كلمات لدينا الصحراء الرمال السؤال السيارة وبالنسبة للجملة لدينا حديقة التجارب تسخر بأنواع كثيرة من النباتات الخضراء حديقة التجارب تسخر بأنواع كثيرة من النباتات الخضراء أنصحكم يا أطفال بتحديد الكلمات التي تتضمن الشمسية من الآن حدد لي الكلمات التي ارتعيت أنه فيها الشمسية التي لاحظت فيها الشمسية سطر عليها أو لون لونها جيدا وسوف نلاحظ في آخر الفيديو التصحيح الخاص بهذا الجزء من النشاط أيضاً صوبوا أخطائكم أطفال الصغار بأسفل أخطائكم أكتبوا باللون الأخضر الكلمة معادة لأتمكن من تجنب مثل هذه الأنواع من الأخطاء فيما يخص الشمسية وسأكون معكم إن شاء الله في درس آخر الذي يخص القمارية أو إملاء آخر يأخص القمارية السلام عليكم أحمد الله